اهلا بكم على خط المواجهة وتطورات المواجهات على الاراضي الفلسطينية المحتلة شق وبين ذلك او وامام ذلك هو رفض فكرة التوطين استبدال الاوطان النزوح الى مصر مسارات الحلول وملامح الدور المصري سؤال ومن بجانبنا اطراف دولية فاعلة بجانبنا مش بالضرورة يعني جرانا اطراف دولية قادرة على انها تساعدنا في فعل معانا طبعا دخل الستوديو بنورانا ومشرفانا الباحثة والكاتبة الصحفية والمتخصصة في الشؤون الاقليمية والدولية الاستاذة هند الضاوي بنورانا تسلام مرسي جدا عامل ايه كله كويس؟ الحمد لله انا مش هبدأ اي اسئلة انت هتقولي لي الاول هبدأ بتقييم وضع راهن اطراف دولية ومسألة النزوح واستبدال الاوطان دي مسألة مؤلمة هو مبدئيا انا لازم اشرح الابعاد اللي دفعت لتفجير الازمة في قطاع غزة حلو فيه ابعاد دولية دي مهمة فيه ابعاد اقليمية فيه ابعاد عقائدية ودي نقطة في غاية الاهمية الابعاد الدولية تتعلق بايه؟ بان الولايات المتحدة الامريكية بعد انسداد افق الحرب في اوكرانيا وعدم رغبتها في التصعيد اكتر من ذلك خوفا من استخدام بوتين للنووي قررت ان ترتد مرة اخرى الى منطقة الشرق الاوسط وافريقيا ولماذا تمت الحرب الاوكرانية وتوريد بوتين في هزي الحور؟ الحرب لشد اطرافه على حدوده ليتم الانقضاض على مناطق النفوذ اللي حققها بوتين انطلاقا منذ عام 2015 من سوريا وليبيا وباقي الدول الافريقية اللي تمددت فيها روسيا يبقى احنا ده البعد الدولي بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية اللي فجر الازمة سريعا يعني نقطتين النقطة الاولى ان اسرائيل عمليا على الارض بدأت تغير ملامح القدس بشكل كامل ايه دوافع حال ده؟ اسرائيل في المرحلة الحالية بيحكمها دواعش اليهود وهم مسيطرين بشكل كامل على نتانياهو ومعتقدين في فكرة المخلص فكرة المخلص تتطلب منهم هدم المسجد الاقصى وتهجير الفلسطينيين واعلان اسرائيل الكبرى وإقامة الهيكل قبل عام 2025 هذه نقطة مفصلية قبل 2025 يعني بشرة وبالمناسبة من التقوص هي البقارات الحمر وهم من 6 شهور جابوا البقارات الحمر وكانوا عملين لها احتفال ورعاية خاصة لزفحها قبل اقامة الهيكل دي النقطة اللي خلت حماس وصلت لمرحلة ليس لديها ما تخسره على الارض النقطة الاخرى اللي هي اطراف دعمت حماس للتحرك الولايات المتحدة الامريكية منذ اكثر من شهر تعبت في سوريا لماذا؟ لغلق الطريق الحدودي ما بين العراق و سوريا ايران بتدعم كل جماعتها و اطرافها في منطقة الشرق الاوسط سواء كانوا في سوريا او في لبنان حزب الله او في غزة الفصائل في جهاد و حماس من خلال الحدود السورية العراقية البوكامال الولايات المتحدة الامريكية فجرت صراع في هذه المنطقة ما بين الاقراض والقبائل العربية واعلنت بشكل واضح لا لبس فيه انها ستغلق الحدود تغلق الحدود يعني هي قتلت ايران في انكفاءها الداخلي وتستطيع بسهولة القضاء على ادرعها المتبقية اللي هي ايران بتتحرك بيوم في منطقة الشرق الاوسط لأسباب تتعلق طبعا بمشروعها اللي هو الهلال الشيعي فمن هنا خلاص ادركت ايران ان الدربة قادمة قادمة ولا محالة ولذلك كان فيه سابقة من نوعها ان ايران اثناء الجلسة العامة الجمعية العامة للامم المتحدة لأول مرة في تاريخها تطلب بشكل رسمي من خلال حسين عبداللهيان وزير خارجيتها ان تقابل الولايات المتحدة الامريكية يلتقي وزير الخارجية هنا وهناك والولايات المتحدة الامريكية هي من رفضت ذلك يبقى انا كده شرحت لك البعض الامريكي بعض اسرائيل البعض الاقليم المتعلق بايران قبل المخروج الحتة بتاعة البعض الاخليم المتعلق بايران والعلاقات ما بين طهران وما بين واشنطن طموة فيه مباحثات دلوقتي ما بين ايران وما بين الولايات المتحدة الامريكية وفيه حديث على الافراج عن اموال كانت مجمدة انا كتفتها هبعتها لك الاتفاق ما بين ايران والولايات المتحدة الامريكية على تبادل الاسرى بالاموال المجمدة يشبه رعاية امريكا للاتفاق الاطاري امريكا لما بتيجي تعمل اتفاق اعرف ان في حاجة جاية هي حاولت ان تغري ايران بانه يمكن ان يكون هناك مكتسبات لو رفعت يدك عن باقي المحور اثناء المعركة القادمة هذه نقطة مهمة ما الذي سيحدث طبعا هي حماس قامت بعملية كبيرة ولكن هل قادرة على الاستمرار انا اعتقد ان تدخل حزب الله في المرحلة الحالية من حين لاخر حتى ان هو لم يكسر قواعد الاشتباك هو ضربة بدل صفعات ضربة امام ضربة ولكن هو يرسل رسائل نارية بانه اذا تم اكتياح بري وهذا اعلنوا عدد كبير من الحزب انه اذا تم اكتياح بري لحماس وشعروا بان حماس غير قادرة على صد هذا الاجتياح سيتدخل جبهة حزب الله هذا ما تريد الولايات المتحدة الامريكية الخطأ الاستراتيجي اللي وقعت في ايران وانا دايما عندي تواصل مع كل الاطراف بحكم اننا صحفية ان تقييم ايران للمشهد كان خاطئ ربما باتفاق مع الروس الروس اقنعوا الايرانيين او باتفاق كان هناك اتفاق حتى اثناء زيارة الوفد حماس للقاهرة الاخير وكان هناك لقاء يعني بيني وبينهم سألتهم ان هناك اتفاق ما بين روسيا وما بين ايران ان هذا هو الوقت المناسب لاخراغ الولايات المتحدة الامريكية من المنطقة لانها مشغولة بالحرب في اوكرانيا وتستعد لعملية اخرى مع تايوان فالتقييم كان خاطئ لان الولايات المتحدة الامريكية كانت تتحين الفرصة للعودة الى منطقة الشرق الاوسط للقضاء على محور ايران بشكل كامل لارتداد هذه الحرب على منطقة الخليج لمعاقبة كل الدول التي وقفت في مربع الحياد الايجابي في الازمة الاوكرانية لرسم النفوذ مرة اخرى على ان تصبح منطقة الشرق الاوسط باكملها اشتركوا في القناة